ليه منتخبات أفريقيا حققت خمس بطولات كاس عالم للشباب وزهبية أولمبية ولكن هذا النجاح لم ينعكس أبدا على المنتخبات الأولى ليه لعيبة كتير من غرب أفريقيا بتبتدي مسيراتها في أوروبا وهي في مراحل المراهقة وبتشطب بدري جدا وهي في نص العشرين ليه أغلب الألقاب الدولية اللي حققتها قارة أفريقيا كانت في مرحلة سنية معينة وما اللغز خلف المسيرات المحيرة للعيبة زي أحمد موسى ويعقوب إيجبيني وستيفن أبيا وأسام واجيان وبافيمي مارتنز وفينسنت أبو بكر وليه في 1989 بليه توقع أن فيه منتخب أفريقي حياخد كاس العالم أهلا بيك في حلقة مضحكة حتفسر لك نص تاريخ أفريقيا الكروي على الأقل سيل فول لو بصيت على تفاصيل مسيرة بعض اللعبين الأفرقى المحترفين في أوروبا في العقدين الأخيرين وتحديدا يعني اللعابين الذين توقع لهم الكثيرون مستقبل بهر في بداية هذه المسيرات واللي أغلبهم من غرب أفريقيا وتحديدا تحديدا يعني الكاميرون ونيجيريا وغانا هتكتشف نمط غريب متكرر النيجيري أوديون إيجالو مثلا انتقل لأوروبا عبر أودينيزي وعمره 19 سنة بس لكن في اللحظة اللي بدأت مسيرته تتراجع فيها وكذلك قيمته السوقية كان عنده 27 سنة بس الكاميروني فينسنت وبكر مثلا ظهر من العدم في أوروبا وعمره 18 سنة وانتقل لفالنسيان الفرنسي وعمره 18 أو 19 سنة وعندما بدأت مسيرته في التراجع برضو كان عمره 26 سنة بس ولو تفتكر الجناح النجيري أحمد موسى مثلا اللي كانت سرعته في بيس 99 وكان أفضل جناح في الدور الروسي عند لحظة من اللحظات هتلاقي انه راح سيسكا موسكو وهو عنده 19 سنة لكن برضو لما بدأت مسيرته وقيمته السوقية تتراجع كان عنده 24 سنة بس بل ان أحمد موسى وصل لمكانة انه كان بلا نادي وهو عنده 28 سنة بس ولو رجعت بالزمن شوية هتغبط في حد زي أسامواجيان مثلا مهاجم الغاني اللي برضو راح مودينا الإيطالي وعمره 19 سنة ومنه طلع على أودينيزي على طول برض أودينيزي متخصص تريبا في الأمور دي ثم خرج من أوروبا مبكرا برضو وهو في الخامسة والعشرين من عمره أكبر منه بخمس سنين كان زميله ستيفن أبيا اللي تقلق جدا في يوفينتوس بمجرد انضمامه بعد برضو مكان وصل أوروبا عبر أودينيزي اللي انضم له وهو عنده 17 سنة بس وبرضو مسيرته بدأت تتراجع هو عنده 26 سنة بس والنيجيري المعجزة وبافيمي مارتنز اللي وصل انتر 19 سنة لكن مسيرته بدأت تنتهي قبل ما يوصل حتى 25 أو 26 سنة وبكتير وزميله في المنتخب يعقوب إيجبيني أو ياكوبو أحد أخطر مهاجمي بريمير ليج عند لحظة ما واللي خرج لبورت سموث 21 سنة وبعد التقلق في أفرتون انتهت مسيرته عمليا وهو عنده 26 سنة يعني احنا عايزين حلقتين ثلاثة للأمثلة بس والتفسيرات تنوعت بقى أصل اللعيبة دي لها نشاطات مريبة برا الملعب بتأثر عمرهم أصل الضغوطات اللي اتحطت عليهم وهم صغيرين أصدوا الأفرقى زينا كده يعني عاطفين فلو شبعوا هيفقدوا الرغبة يعني مش مكان بقى زي الأوروبيين هيفضلوا يلعبوا ويعملوا فلوس لمجرد نهم ما يلعبوا ويعملوا فلوس وهكذا تفسيرات كتير يعني وهالحياة ماشي يعني كل سنة ولا تنين يطلع شوية شباب في كاس أمم أفريقي للشباب أو في كاس العالم للشباب فيطلع على أوروبا يعملوا قرشين حلوين وبعدين يروحوا بدري برضو ويسيبوا مكان لغيرهم لكن اتضح أن الإجابة لكل الأسئلة اللي سألناها قبل الإنترو والأكيد بعضها جيف بالك يعني عبر السنين هي إجابة تفهى وسهلة وبسيطة وواضحة ولا تحتاج لتفكير قص مبدأ الشح مبدأ وضعه الفيلسوف الإنجليزي ويليام أوف أوكين ومفاده ببساطة هو الجملة اللي انت دايما بتسمعها في أفلام الجرايم والتحقيقات والساسبنس اللي هي أصلا متاخدة من المبدأ ده أبسط التفسيرات هو الأصحة غالبة التفسير الذي يتضمن أقل عدد من العناصر والمتغيرات والأقرب إلى الصحة غالبة عشان كده هو مبدأ الشح يعني لو كان أغلب لعيب العالم بيوصلوا قمة مستواهم في منتصف العشرينات وبعدين بيبتدوا يشطبوا في أول التلاتينات ثم ظهرت مجموعة من اللاعبين جايين من منطقة واحدة من العالم بينهم عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية كتير مشتركة وهم دون عن باقي اللاعبين بيتقلقوا في مراحل مراهقة ويشطبوا في نصف العشرينات فالتفسير الأقرب للصحة تبقى لويليام وفوكم إنهم ببساطة لما تقلقوا ما كانوش في مراحل مراهقة ولما شطبوا ما كانوش في منتصف العشرينات وإن الست سبع تمن سنين الشيفت دول ببساطة مش موجودين مزورين وهؤلاء اللاعبون ليسوا في السن التي يدعونها هنا طبعا ممكن حد يقول إنه ده اتهام خطير جدا خاصة لما تبقى كل الأدلة اللي معاك هي شوية رسمات بينية من ترانسفير ماركت ومدق فلسفي حط واحد شبه حسن حسني في قرن 14 لكن الحقيقة يا عزيزي صديق البرنامج إن كل ما سبق ده لم يكن محاولة للتفسير أو التدليل كان محاولة للبحث عن الأمثلة بس يعني شوية سسبينس كده في الحلقة مش أكتر كأننا يعني بنكتشف شيء جديد لكن ببساطة موضوع تزوير الأعمار في أفريقيا عموما وغرب أفريقيا خصوصا وحقيقة مثبتة بعقوبات رسمية وتصريحات رسمية واعترافات رسمية وكام لقطة اللي حصلوا مؤخرا لما تم اتهام يوسف مكوكو الألماني المولود في الكاميرون مهاجم دورتموند الشاب بأنه أكبر من عمره المعلن بحوالي 4 سنين ولقطة فشل 32 لعب كاميروني في اختبارات السن قبل بطولة غرب ووسط أفريقيا للشباب هذه الوقاع ليست إلا قمة الجبل الجليدي القصة الأصلية بتبدأ في 1988 لما الفيفا أوقف نيجيريا عن النشاط الدولي لمدة سنتين لأنهم اكتشفوا أن الفريق اللي بعتوه لأولمبياد 88 كان فيه ثلاث لعيبة فوق السن إزاي بقى الفيفا اكتشف أن الفريق فيه ثلاث لعيبة فوق السن إن نفس الثلاث لعيبة دول كانوا اشتركوا فيه دورات أولمبية سابقة باسم نيجيريا ولكن بتواريخ ميلاد مختلفة هذه ليست نكتة ده اللي حصل فعلا واللي خلى بليه يقول تصريحه الشهير عن توقعه أن مندخب أفريقي يفوز بكاس العالم كان إن نيجيريا فازت بمونديال تحت 17 سنة سنة 85 قبلها يعني بتلات سنين ووصلت لإنهائي المونديال اللي بعده اللي هو 87 فإحنا بقى بقلنا عشرات السنين بنسأل لماذا لم يتحقق توقع بليه هل عشان بليه له توقعات كتير حمقاء ولا عشان أفريقيا متخلفة كروين ولا عشان العالم عنصري لكن الحقيقة إنه ما بني عليه توقع بليه أصلاً كان غير حقي يعني في المونديال اللي بعده 1987 النيجيري فليب أوسوندو أخد جايزة أفضل لعف البطول بعدها راح أندر لخت ثم انهارت مسيرته فجأة زي كل القصص الحزينة اللي فات لغاية ما توفيه وهو عنده 48 سنة الأجيال بقى بتاعة نيجيريا اللي هي من كاس العالم وبطولات تحت 17 سنة دي مليانة بقى قصص من دي قصص حزينة من دي كتير قوي والموضوع مش منتشف في نيجيريا بس في 2013 مثلاً لاتسيو تعقد مع هذا الرجل هذا الحج جوزيف مينالا على إنه لعب كاميروني عمره 17 سنة بعد التقارير قالت إنه عمره الحقيقي 42 سنة اتفتح التحيات وتبرق من التلاعب لأن شهادة ميلاده الرسمية من الكاميرون طبعاً كانت سليمة لكن مسيرته حصل لها نفس اللي حصل لكل الأمثلة السابقة يعني ألقي نظر على هذا الرجل وتخيل أن الرجل ده في لاتسيو كان بيتقال عليه واندر كيد في 2009 كتب الصحفي الجنوب أفريقي تومانك بوكابا تقرير طويل في بليتش ريبورت بيتكلم عن الموضوع لكن ما يعنيني من التقرير ده إنه هو بنفسه أكد إنه نفس الظاهرة منتشرة في بلده جنوب أفريقي وفي تقرير تاني على سيئاً أم جومسجاني زاكزاكا أنا أسف والله يعني ده اسمه فعلاً جومسجاني زاكزاكا ده رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الملاوي وأكد كمان إن بلده بتعاني من نفس المشكلة وفي نفس التقرير الصحفي الإفواري مامادو جاييب يقول نصاً إنه بناء على وقاع الغش في الأعمار في أفريقيا كقرة لازم ترجع للفيفا كل الألقاب اللي حققتها في مراحل النشئيين ليه ده بقى بيحصل بالكسافة دي والبشاعة دي في غرب أفريقيا تحديد السبابة دي هي الفقر والفوضى الكاميرون مثلاً طبقاً يعني للأحصاءات الرسمية 40% من سكانه بيعيش تحت خط الفقر حتى الدوري المحلي بتاعهم مفهوش فلوس الصحفي الكاميروني بامبي جيوفاني واني بيقول إنه في الكاميرون كلها في الدوري الكاميروني كله مفيش غرناديين بس هم اللي قدروا يدفعوا مرتبات بشكل ثابت أصل يعني المرتبات بشكل ثابت بغدى نظر عن إيمة المرتبات دي وكقاعدة عامة يعني نادراً ما فيه لعيب أفريقي بيطلع أوروبا بعد 18-19 سنة بالتالي هؤلاء اللاعبين أو رؤساء أنديتهم أو وكلاءهم بيضربوا شهادات ميلاد ويطلعوا عشان ياخدوا فلوس الصفقة أو ياخدوا عملتهم وفي نفس الوقت اللعيبة دي تهرب من الفقر هي وعائلتها وسعيتها هيبقى سهل عليهم جداً إنه هم يتقلقوا وسط أقرانهم من نفس السن يعني لو تفتكر في حلقة العمر مش مجرد رقم كنا قلنا إن اللاعب يوصل لقمة أداءه البدني ما بين 21-23 سنة وقمة أداءه الزهني والنفسي 28-29-30 سنة فكل ما أنت قربت من هذا العمر كل ما كنت متفوق بدنياً أو ذهنياً على الشباب اللي عنده 18-19 سنة كل ما لمعت وسطهم زي أغلب الأمثلة اللي قلناها اللي ظهرت مبكراً جداً بالتالي الرجل اللي زور عمره ده عشان يطلع أوروبا حسبته بسيطة جداً لو طلع بلجيكا ولا سويسرا مثلاً ولعب لمدة عقد واحد بس خمس سنين هياخد اللي كافيه هو وعيلته عشان يهربوا من الفقر للأبد يعني هو لا بيدور على مجد لنفسه ولا البلده ولا للقارة ورجل مسكين مجرد بيهرب من الفقر ولو قدر يوصل إنه يلعب في واحد من الدوريات الكبيرة لغاية 25 سنة ولا 26 سنة ويشطب بعدها طب وهي يعني؟ خاصة بقى مع العولمة اللي فتحت لهم أسواق جديدة في بلجيكا وسويسرا واليونان وروسيا وشرق أوروبا وكلها دوليات هياخد فيها في شهر اللي هياخده في بلده في سنة ولو سألتني يعني أنا شخصياً فأنا ما عنديش مشكلة أخلاقية كبيرة قوي في الكلام ده يعني مع وضع ظروف البلاد دي في الاعتبار والتاريخ طويل من نهب سرواط البلاد دي من نفس الدول اللي هما بيطلعوا يحترفوا فيها فمش شايفيه مشكلة كبيرة قوي يعني هو أكيد غلط في المطلق مفروغ منه يعني بس يعني أنا شخصياً ما تحطتش في الموقف ده عشان أقدر أقول بضمير مستراح أن أنا لو ما كانوا مش هعمل كده أما المشكلة الكبيرة بتحصل إمتى بقى؟ المشكلة الكبيرة بتحصل لما تبدأ هذه البلاد تبني نجاح دولي وسمعة ضخمة بناء على هذه التفاصيلة خاصة أنه فعلياً يعني وصدق أولاد وصدق مفيش أي طريقة علمية قاطعة باترة تقدر تحدد عمر اللعب بالزبط هتقول لي أمال إزاي سامويل إي تو عرف يستبعد 32 لعب من قيمة الكاميرون الأساسية والاحتياطية المشاركة في بطولة غرب ووسط أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا تحت 17 سنة قبل ما يروحوا بطولة أفريقيا تحت 17 سنة هقول لك ده سؤال طويل جد بس السر في 17 سنة دي حتى الآن الاختبار الوحيد الصالح لتقييم أعمار اللاعبين هو دليل نفي وليس دليل إثبات يعني بعد ما الشكاوى اتكررت من خصوم منتخبات غرب أفريقيا في البطولات الدولية بسبب اللعيبة اللي فوق السن بدء الفيفا يعتمد على اختبار الرنين المغناطيسي على المعصم والساعد الأمر آي اشمعنا المعصم والساعد لأن العظام في هذا الجزء لا تلتحم كليا إلا عندما يصل الإنسان لـ 18-19 سنة يعني مش الإنسان كمان يعني الزكور بس هذا الاختبار غير صالح للإناث بالتالي هذا الاختبار ممكن ينفي أن أنت عندك 17 سنة أو أصغر زي ما حصل مع لعابة الكاميرون الـ 32 دي فايداته الوحيدة إنها مش ممكن يقول أنت عمرك كان بالزبط والاختبار ده أصلا جديد نسبية يعني فيفا ما بدأش يستخدمه غير بعد 2009 وحتى بعدها الاختبارات كانت عشوائية زي اختبارات منشطات كده ما كانتش بتتم طول الوقت ولا في كل البطولات وأحيانا كان بيتقدم الاتماسات على بعض نتائجها لأنه في الحقيقة الاختبار ده غير حاسم 100% ببساطة لأنه مش كل الناس عظمها وجسمها بينمو زي بعض بالزبط في نفس الوقت وكان فيه دراسات وأوراق بحثية اتنشرت وانتقدت هذا الاختبار وقالت إنه غير حاسم ولا يمكن الاعتماد عليه أبرزها يعني كان في The Scientific American ونتيجة لكل ذلك بقى فنيجيريا وغانا بقى لهم عقود زنقين العالم في الحتة دي حتة تحت 17 يعني زنقينه وقدي بقى يعني صدق أولاد صدق البلدين دول بس نيجيريا وغانا ما بينهم 7 ألقاب كاس عالم تحت 17 سنة نيجيريا تحديدا معاها 5 ألقاب رقم قياسي أكتر من البرازيل خالج جنان ولهذا السبب برضو 50% من المحترفين الأفارقة في الدوريات العالمية الكبرى جايين من البلدين دول بس هي دي بقى المشكلة الكبيرة إنه بعد تاريخ طويل من الغش والتزيف كل هذه الإنجازات بقت مشكوك فيها ولأسباب وجيها ده واحد من أهم مساوئ الغش إنه لم تكن شخص نارجيسي يعني أو سايكوباتي ومؤمن إنك تستحق كل شيء طول الوقت لمجرد إنك أنت أنت يعني عندك شوية تجرد شوية وعي بالذات فمشكلتك مع الغش بتبقى إنه بيحرمك من اليقين بيعيشك في شك يعني دلوقتي فيه بتاع 220 مليون نجيري وبتاع 30 مليون غاني بيسألوا نفسهم هو إحنا لو كنا ودينا العيبة عندها 17 سنة فعلا كنا خدنا كؤوس العالم تيه ولا لأ هل كانت القرى هتفوز بأولمبياد أتلانتا أعظم إنجاز كروي إفريقي في التاريخ والأهم إنهم حتى لو جدت فرصة بعدين وحققوا إنجاز نظيف هيفضل الشك كمزروع فيهم بردو نفس الشيء ينطبق على أي غش ما لم تكن نارجيسي أو سايكوباتي بردو المشكلة التانية بقى إنه هذه الوقائع بتلوس المشاعر الجميلة اللي ناس عشرتها في اللحظات دي وبتشككهم في نفسهم بتحسسهم إنه إحنا ممكن نفرح وتبقى فرحتنا صادقة وأصيلة لكنها مبنية على شيء ما كانش مفروض يحصل يعني هو الغش جميل وكل حاجة مفيد ويساعدك التقدم في الحياة بس لو لم يكتشفوا أحد يعني المهم يعني إنه بسبب إن نيجيريا كانت هي الأكتر إنجازا بين كل دول أفريقي على مستوى الناشئين فالتركيز في الأخبار والإعلام والعناوين كان دايما على العيبة نيجيرية في الوقائع اللي شبه دي تزييف الأعمار ومتعدش بقى يعني مثلا في 2015 الحج ده راح لنادي أذيربيجاني اسمه شاهدك قصار وقال لهم أنا عندي 23 سنة المهاجم النيجيري فيكتور إيمينايو ما عرفش اسمعت عنه ولا بقى ظلع عنده 41 سنة طبقا لنفس النادي هبالة بقى يعني عبد بقى يعقوب إيجبيني أو ياكوبو اللي تكلمني عنه في الأول ديفيد مويس كان له تصريح شهير عنه لما كم عاف أفيرتون قالك هو في 25 من عمره الآن ولكنه نيجيري في 25 من عمره لو كان هذا عمره الحقيقي فلا يزال أمامه عدة سنوات جيدة في الملعب التصريح ده تقال في 2005 واتاخد على إنه عنصرية ايه نيجيريا؟ بعدها بسنة بالزبط مسيرة ياكوبو بدأت في الانهيار فعالية المدرب الفرنسي فليب تروسية ناس القديمة 80 و90 عرفاء في واحدة من البطولات الدولية لتحت 17 سنة سنة 1999 كان بيدرب اليابان وقابل نيجيريا بعد المباراة طلع أقسم إنه شاف واحد من لعيبة نيجيريا اللي تحت 17 سنة دول ماشي من الملعب مع مراته وولاده ولاده جمعا وقائع بالهبل بقى لبطولات ومباريات كان ريح المنتخب النيجيري تحت 17 سنة وأول ما الهيئة المنظمة لهذه المباراة بتعلن إنه نعمل اختبارات الرنين المغناطيسي يقول لك إيه سرحنا 15 لعيب من القيمة مرة ثانية سرحوا 18 لعيب من القيمة يعني ما بتكلمش على لعيبين 3-4 أحنا بتكلم على القائمة كاملة سيبك بقى من تحت 17 سنة خش على جيل نيجيريا التاريخي دي اللحظة بقى اللي حكتشف فيها موليد التمانينات إنه جزء مش قليل من طفولاتهم الكروية مزيف 100% زيركو زيسيفيتش رئيس نادي بارتزان بيلجراد قال في 2013 إن تريب وست الظاهير الأيمن النيجيري الأسطوري اللي لعب لميلان وإنتر وبعدين انتقل لبرتزان بيلجراد في 2002 زيسيفيتش قال إنه هما لما تعبدوا مع وست اكتشفوا إنه عمره الحقيقي كان أكبر من عمره المعلن 12 سنة هذا الكلام لم يثبت ولم يحقق فيه لأنه أصلا لما الكلام ده تقال كان وست اعتزل بقى له سيب تسمينه لكن لو كان هذا الكلام صحيحا فده معناه إنه وست لما لعب مع منتخب نيجيريا أوليمبي في أطلانتا 96 كان عندربعضنا 30 سنة خد عندك كمان بعد خروج نيجيريا من كاسق أم أفريقيا 2010 أحد المدربين السابقين لفريق كبير في نيجيريا رفض الإعلان عن اسمه قال للجارديان إنه السهب الأول في فشل المنتخب الأول نيجيريا إنه عدد كبير جدا من اللاعبته أكبر بكتير من عمرهم الحقيقي لدرجة إنهما حتى مش قادرين يجاروا منتخبات زي زامبيا وبنين البدنية كان أنو جويجي طبيب المنتخب الأول السابق وعضو للتحاد التحاد النيجيريا كرة قدم ساعتها قال للجارديان في نفس التقرير إن المنتخب الأول بيدفع 8 عقود من الغش في أعمار اللاعبين عايزة بس تدخل المستوى بتاع الناس اللي بتقول الكلام ده واحد كان طبيب منتخب الأول سابقا وعضو في الاتحاد طيب غش بقد إيه بقى ما حدش عارف بالضبط لكن في التقرير ذكروا ما قاله المدونون النيجيريون عن أعمار هؤلاء اللاعبين الحقيقية كوشا أكبر من عمره المعلن بعشر سنين وبفيمي مارتنز أكبر من عمره بسبع سنين أهدي منطقية شوية يعني هو لما راح إنتر وابتدى يتقلق 19 سنة هو كان عنده فعلا 26 سنة ولما ابتدى يشطب 23 أو 24 سنة كان دخل في التلاتينات قالك بقى كمان في 2010 لما خرجوا من زامبيا كانوا ما كانش عنده 33 سنة كان عنده 42 سنة وهم جزء مش قليل من تفوق هذه الدول كرويا عبر التاريخ والأساطير اللي صنعوها كان وهم التقرير ده صدر في 2010 بعد الخروج من زامبيا على طول وبعض المدونين النيجيريين قالوا لمرسل الجارديان انه في نيجيريا تقدر تتحول لإنسان تاني بـ 7000 لـ 10,000 نايرا نايرا دي العملة المحلية تساوي 0.002 دولار فأغلب العيبة بيجمعوا النبلغ ده ويروحوا يغيروا اسمهم بحركة بسيطة كده يزود واو في الآخر أو في النص أو يخليه بابا حاجة جونيور حاجة ومعها بقى يغير تاريخ ميلاده كل حاجة تانية الجارديان في التقرير ده اتكلمه مع موظف سابق في السفارة البريطانية في لاجوس عاصمة نيجيريا فقال لهم انه كان عامل حاجة لطيفة جدا في مكتبه في الفترة اللي هو كان شغال فيها هناك كان كل من نيجيريين يجوا يتخانقوا معاه لما ورق الفيزا بتاعهم يترفض يقول لهم انتوا بتتكلموا معي ليه؟ أنا ما ليش دعوة أنا ميت ولما مايفهموش ويبصولو باندهاش يشاور لهم على شهادة وفاته الرسمية اللي هو معلقة في مكتبه شوفك الحلقة الجاية سلام عليكم